موسيقى 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 طبعا حضرتك في ورقة توزعت على الإعلام المؤتمر ده بتكون من سبع نقاط معلنة السبع نقاط دول أول نقطة فيهم بتهتم بالكوادر العلمية في المصلحة والاستعانة بهم بتتكلم على التدريب والاهتمام بالتدريب داخل مصلحة الضرائب التدريب ده لأشكال مختلفة منها استخدام النت واستخدام التدريب النت والتدريب عن البعد عن طريق الانترنت بنتكلم على اللهم صلى على النبي بنتكلم على تطوير الهيكل بالنسبة لمصلحة الضرائب بنتكلم على أليات لزيادة الحصيلة بنتكلم على تفعيل المجلس الأعلى للضرائب تفعيله بنتكلم على موضوع الدمج اللي كان مخطط لي ينتهي في 2005 وإلى الآن محلك سر ومش عارف له آخر أو مش عارف له أين تهي إمتى بنتكلم لدرجة يعني في الفترة الأخيرة احنا لقينا بين المصلحة المبيعات والعامة فيه نداءات كثيرة فيه ناس دلوقتي نتيجة التأخير ده بتنادي بفصل الدمج بنترجع مصلحة الضرائب العامة الوحدية والمبيعات الوحدية ده نتج عن تأخير البرنامج اللي كان مخطط للدامج بنتكلم على مقترحات أسادزة عندنا زملاء من العاملين مقدمين مقترحات ودراسات لتطوير الحصيلة في أشكال معينة عندنا أربع مقترحات النهاردة في المؤتمر هطهرت في المؤتمر احنا جايبين أسادزة ودكاترة يحضروا المؤتمر النهاردة منهم الدكتور طريق حمد عميج كلية تجارة جامعة عينشامس منهم ده كترة زملاء كانوا أساساً معنا هنا جايبين رئيس الجمعية المصرية الضرائب المصرية جايبين مكاتب محاسبة كل هؤلاء جايبينهم النهاردة علشان نطلع برؤية تؤدي إلى زيادة الحصيلة في زل متغيرات أما أنا بتكلم في التطوير أكيد العنصر البشري مرتبط بالتطوير أنا عشان أدخل فلوس للبلد أنا عندي الآلة المنتجة هو العنصر البشري أنت حضرتك لما تيجي في شركة أو مصنع بتهتم بالآلة علشان تقدر تستمر معاك وتديك إنتاج أكتر لفترة طويلة أنا عندي الآلة بتاعتي هي العنصر البشري العنصر البشري ده أولاً ليه مطالب وله حقوق أنا طالبتي بيها ولكن على هامش المؤتمر ده لازم كرئيس نقابة أن أنا أوصلها للمختص والمعنيين في الدولة يجب الاهتمام بتحفزهم يجب يجب تطبيق العدالة في صرف المكافآت ليهم داخل المصلحة علشان ما الجأش للوزارة يعني في حقوق عديدة للعملين في رعاية صحية واجتماعية في بيئة بطالب بيها للعملين بيئة متكاملة علشان يقدر المأمور الضرائب وموظف الضرائب يقدر يديني اللي أنا عايزه بطالب في المؤتمر ده النقطة مهمة جداً للمجتمع المصري أني أنا بطالب في سن تشريع أني تتحول الجنحة في التهرب الضريبي الجنحة في التهرب الضريبي إلى جناية مخلة بالشرف علشان يبقى المجتمع المصري ملتزم في دفع الضريبة مفقاش فيه التهرب الضريبي النهاردة برضو في هذا المؤتمر بتكلم على الحصر على الطبيعة في ناس هتتكلم على الحصر على الطبيعة حسب المجتمع الضريبي بالكامل لأن طبعاً عندنا الحصر الضريبي في المجتمع المصري مش هو الرقم اللي موجود حالياً وده يؤدي لو حصرته وحطيت له برنامج أو تقالي النهاردة مقترح أو بحث في هذا الشأن سيؤدي إلى زيادة الحصيلة مرتين ولكن المصلحة إزاي ما أنت عارف متكتفة ما فيش أراء ما فيش أبحاث من هذا المنطلق ده اللي دعنا نعمل مؤتمرنا النهاردة عشان يسب في مؤتمر الاقتصادي للدولة ونفس الوقت نوصل رسالة عن حقوق العاملين للدولة التي أهملت موظف الدارة في حاجة تانية عايزة أكدر حضرتك أن من أهم المشاكل عام دينا ما أسير حول دخل الموظف في مصلحة الضرائب المصرية طبعا القيادات في مصلحة الضرائب المصرية موصلة لمختصين والرأي العام أن موظف الدرائب ده رقم واحد في الدخل بينما لو رجعت للجهاز المركز الإحصاء في الأجور هتلاقيني أنا حاجة وثلاثين أو حاجة واربعين على معظون في الأجور وده ناتج من إيه الأجر ده إن ما أشيع علينا إن إحنا بنقبض مرتبتنا على الشامل على الشامل ده غير صحيح حضرتك بيطلع مسؤولين وقيادات لينا وأخيرهم رئيس المصلحة في برنامج في قناة المحور بيتكلم في سؤال طرحوا عليه الأستاذ شردي بيسألوا على دخل الموظف بيقولوا أنتوا رقم واحد في الدخل في موظف الدولة يبقى إذن أنتوا رقم واحد ولم يجيبوا رئيس المصلحة ويعرفوا الحقيقة المرة اللي عايش فيها موظف الدرائب وهي أن الشهور اللي بيتكلموا عليها بيخدها موظف الدرائب عندي بيخدها على الأجر الأساسي تاني حاجة ده بعد الأجر الأساسي بيتخسم منه تلت الاستقطاعات في أجوره اللي بيقبضها فبالتالي أنا عندي الموظف من المعين بقاله من سبع سنين إلى عشر سنين دخله متى راح الفين ونص يعني الفين ونص إيه الرؤية دي بينا للناس أن الموظف الدرائب بيقبضوا على الشامل فلما تضرف في الشامل يفتكر المواطن أو يفتكر المختص أن عندي الموظف اللي لسه حديث بيقبض خمس تلاف جنيه بينما الخمس تلاف جنيه دول لا تقاضهم إلا مرتب مدير عام فبالتالي لازم الرؤية دي توضح ولازم أن نقولها علشان الرأي العام وعلشان المختصين في الدولة يعرفوا حقيقة الوضع أنه ما بيتنقلش من قيادات مصلحة الضرائب ببيان صحيح دكتورة رمضة أبو العنين مدير عام إدارة تبادل معلومات السابق وحاليا عضو المكتب الفني لقطع الفحص والتحصيل أنا جاية النهاردة أقدم مقترح الحقيقة سبق قدمته من 8 شهور والأهميته وجديته وأنا بعيد طرحه تاني لأن أنا شايف أنه مقترح مهم جدا بالنسبة لنا هنا في مصر المرحلة المقبلة اللي إحنا داخلين عليها لأن مصر لازم تكثف جهودها من أجل كل الأبحاث المهمة وكل المقترحات المهمة والحقيقة مصلحة الدرائب بتزخر بمجموعة كبيرة جدا من حملة الماجستير والدكتوراه بيقدموا أبحاث كتيرة جدا مفيدة ولكن للأسف الإدارة العليا لا تأخذ بها ودي نقطة يعني من النقطة الحبة أتكلم عنها لأن الإدارة العليا ما بتبصش للكفاءات بقدر ما هي بتنظر للمقربين منها هم دول الناس اللي في الصورة هم دول الناس اللي بيظهروا حملة الماجستير والدكتوراه يجب الاستعانة بيهم أنا هستفيد إيه لما أجيب مستشارين من مجلس الدولة ومستشارين من خارج مصلحة الدرائب وأدفع ليهم مرتبات بمبالغ كبيرة جدا وأنا عندي حملة الدكتوراه أسادزة كبار وقمة في الخبرة وقمة في الوعي القانوني والضريبي ليه ما أستعانش بيهم ليه أكلف الدولة مال زيادة وعبء فوق أعبقها أفتكر مرة في اجتماع اجتمع بينا رئيس المصلحة مع حملة الماجستير والدكتوراه من حوالي أقل من شهر تقريبا يعني في الحقيقة يعني إزاي هو قال نقطة قال إن التكنولوجيا المعلومات بند تكنولوجيا المعلومات في موازنة مصلحة الدرائب يساوي صفر فبند تكنولوجيا المعلومات إزاي في مصلحة الدرائب يساوي صفر إزاي؟ إنت حطيته صفر وفي نفس الوقت بيجيب مستشارين من بره المصلحة وبتطعلهم فلوس من باب أولى إن انت تطور التكنولوجيا عندك واتطور كل حاجة تقدر تساهل على المأمور الفاحس إنه هو يجيب لك حصيلة إزاي؟ إزاي غير منطقي جدا إن أنا كرئيس مصلحة أقول بند تكنولوجيا المعلومات يساوي صفر مش ممكن كمان هو في الاجتماع ده كان بيقول إن القانون 91 لسنة 2005 اللي هو قانون الدريبي المصري المعمول به حتى الآن أهضر علينا المليارات فأنا بستغرب يعني في هذا الاجتماع اللي هو تم في خلال الفترة اللي إحنا فيها دي يعني أعلى سلطة في مصلحة الدرائب بيشجب معنا يشجب معنا قانون الدرائب المصري من إذن سيعدله؟ من سيطور؟ من سيغير؟ من سيسعى إلى تغيير هذا القانون الذي أهضر علينا المليارات؟ برضو أشاد بالدكتور بطرس غالي وقال إحنا خسرناه كيف نخسر من يضيع علينا المليارات؟ إزاي خسرنا الدكتور بطرس غالي وهو الذي صدر في عهده القانون 91 لسنة 2005 والذي أضع علينا المليارات؟ حتى لو كان الدكتور بطرس غالي لديه مكترح أو مطور معين فده غير مبرر أن نقول أن نحن خسرناه أنا شايفة أن المكترحات التي تقدم من جميع الباحثين وجميع حملت الماجستير والدكتور في مصلحة الضرائب جميعها مكترحات مهمة ولكن في رأيي الشخصي لن يكتب لها النجاح إلا بحاجة واحدة أن أنا لازم أأسس قاعدة بيانات حقيقية وفعالية في مصلحة الضرائب يعني أنا عندي المأمور الفاحث بيجي يدخل على موقع المصلحة الإلكتروني ممكن ما يلاقيش كل أنشطة الممقور ممكن يلاقي نشاطه لغاية السنة اللي فاتت أو اللي قبلها يعني مش قادر حتى المأمور ما عندوش الرغبة أنه هو يدخل جميع البيانات ويعمل ريفرش لكل البيانات فدي مشكلة كبيرة يعني أنت بتواجه دلوقتي أنه لازم تعمل ساتسفايل الموظفين بتوعك عشان يقدروا أنه هما يدوك أعلى حصيلة ممكنة لازم يبقى الموظف الضرائب حاسس بالرضى التام عن شغله وأنه هو مجهوده اللي هو بيبذل بياخد عليه العائد وفي نفس الوقت أنا بقدم النهاردة مقترح زي ما قلت لحضرتك أنا سبق وقدمته قبل كده من 8 شهور بس ما شفتش أي شيء على أرض الواقع أنا رأيي أن إحنا نسجل جميع الممولين بالرقم القومي أنا لو سجلت كل ممول بالرقم القومي بتاعه وأستخدم الرقم القومي ده كمحرك بحث يعني أنا أبحث بالرقم القومي copy paste هيطلع لي جميع أنشطة الممول هتطلع كل أنشطة الممول عندي لو لي نشاط في القاهرة لو لي نشاط في اسكندرية لي نشاط في أسوان هيطلع عندي ده بالنسبة للشخص الطبيعي أسجل الرقم القومي لمن يمثل الشخص الاعتباري برضو هيطلع لي هو بيمثل الشركة دي أو الشركة دي وهتظهر العلاقات المتدخلة اللي بين الشركات وبعضها ده هيفدني دوليا برضو إن أنا زي ما سجلت الرقم القومي أسجل أرقام جوازات صفر الأجانب اللي بيشتغلوا عندي في مصر وسواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين لسبب أنت بيجي لك طلب الحصول على المعلومات من الخارج دولة برة مصر علمانيا مثلا بتبعت لك بتقول لك قولي الناس دي وضعها إيه في مصر رغم الناس دي مش مقيمة عندك بس تهم الدولة دي زي ما أنا بديع معلومات بتهم الشأن الضريبي عندها برة في ألمانيا هي برضو في نفس الوقت ممكن تبعات لي معلومات عن المصريين أو الأجانب اللي يهموني ضريبيا هنا في مصر فأنا شايفة أن المقترح اللي هقدمه النهاردة إن شاء الله وهو التسجيل بالرقم القومي وأرقام جوازات السفر لغير المصريين المقيمين وغير المقيمين ده مقترح أنا شايفة هو أول خطوة في تحقيق تطور لتكنولوجيا المعلومات بإذن الله إن شاء الله في المرحلة المقبلة بإذن الله أصل حسين عمر مأمور درائب مأمور الدرائب فرشوت منطقة درائب قنوة البحر الأحمر مؤتمر العاملين بمصلحة الدرائب المؤتمر ده إحنا نظمناه بمجهودات العاملين هو مؤتمر لجميع العاملين المؤتمر ده بنوضح فيه رؤية وفكر عنوان المؤتمر مؤتمر العاملين بمصلحة الدرائب بين النظرية والتطبيق ده بنناقش فيه القصور اللي في القانون بنناقش فيه ازاي احنا بنزود الحصيلة احنا كنا دايما بنهاجم من القيادات ان احنا بنهاجمهم لا احنا دلوقتي بنقول للقيادات احنا تعالوا اسمعونا تعالوا شوفوا الرؤية اللي احنا بنتكلم عنها احنا بنعرض الفكرة بتاعتنا يمكن مصلحة الضرايب من اهم المصالح في البلد لكن احنا يعني الوضع بتاعنا وضع سيء جدا احمد العطار مراجع في ضرايب كفر الشيخ مؤموري الضرايب هو كفر الشيخ احنا النهاردة جايين نحضر مؤتمر مصلحة ضرايب المصرية ما بين النظرية والتطبيق مؤتمر كل العاملين بنحاول نلقي فيه الضوء على مصلحة ضرايب المصرية مشاكلها ايه مشاكل العاملين فيها دور المصلحة في تعظيم موارد الدولة باعتبارها بتمثل 70% من موارد الدولة وازاي نقدر نحقق المنظومة الصعبة في ان احنا نزود موارد الدولة ونعظم دور مصلحة الضرايب في ان هي تزود حصيلة الدولة من الضرايب وفي نفس الوقت بندور على العامل اللي شغال في المصلحة ان ازاي نقدر نهيألو المكان المناسب ونهيألو المناخ للعمل وازاي نحفزه على انه يقدر يدي انتاجيه اكتر لتحقيق الهدف الاسماء اللي هو الحصيلة من الضرايب احنا بنتكلم هنا عن الضرايب العامة والضرايب المبيعات الضرايب العقرية لا مجال لها العامة ومصلحة الضرايب المصرية تشمل الضرايب العامة وضرايب المبيعات اكيد طبعا اكيد في معوقات كتير في منها التهرب الضريبة منها صعوبة الحصر الضريبة حكات كتير محتاجة تعديل محتاجة نظرة محتاجة تشريع جديد عشان ان يبدأ الضرايب يكون لها دور اكبر في ان هي تبقى فيها حصيل اكبر والله احنا مقدمين النهاردة مقترحات كتيرة من دكاترة معانا النهاردة لنبحث آليات ان احنا نقدر نزيل المعوقات ديات منها المعوقات الاكبر هو المكان اللي بيشتغل فيه العامة الغير مهيئة انه ينتج فيه الالة اللي البناء ادم بيشتغل لو اعتبرنا البناء ادم ده الالة فالالة لابد تحسنها عشان تقدر تنتج لك مش هتقدر تطلع منتج جيد اللي اذا كانت الالة جيدة والالة لابد لها من بيئة نظيفة من ظروف عمل مناسبة من ماليات كويسة عشان يقدر ينتج العامل لا والله هو بالعكس ده الحكومة من بارح قررت ان الحد الاقصى للضريبة بقى 22.5% ما فيه زيادة في اسعار الضرايب سيد سعد محمد عبدالله مدير ادارة امن المعلومات والنطقة الحطية بقطع المعلومات الحاسب الالي وعده مجلس ادارة ربطة مأمور الدرايب بس احنا جاي النهاردة ما ببسلش غير نفسي وزملاء العاملين هدفنا النهاردة من المؤتمر حاكتين لمرة واحد ان احنا نرتاقب الحصيلة بتاعتنا هنرتاقب الحصيلة بتاعتنا ازاي لازم ننمي المورد البشري بتاعنا من المورد البشري لهم العاملين والموظفين والمأمير الدرايب لازم ننديهم حقوقهم الاول عشان الحصيلة تيجي واحنا 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 بنوعد ان احنا هنجيب الحصيلة بازياد من المستهدف كمان بس نمي المورد البشري بتاعتنا نمي صندوقنا نمي حافظ الناس ادي الناس بلاش الحافظ يعني الحافظ المدني مش كل حاجة اديهم الحافظ المعنوي طبق الضبطية القضائية احنا لنا ضبطية قضائية زمننا كانوا بيتهنوا في اماغن كتيرة احنا عايزين ان ده بتاعت قضائية بتاعتنا احنا النهاردة المؤتمر ده الهدف منه الاول ان احنا هنرفع حصيلة مصلحة الدرايب هنرفعها ازاي عن طريق تلمية الموارد البشرية تلمية الموارد البشرية نميها ازاي ونخلي الناس مرتاحة ازاي تلمية سندقهم تلمية شوف مشاكلهم حلهم مشاكلهم نقف جنبيهم نبقى في كل مكانهم في وسطيهم نبيقة العمل اللي عندنا لبيقة العمل عندنا مش عايز اقول لك الدرجة بتاعتها لو قيمتها عشرة من مية لا احنا عايزين نوصلها لاربعين بس هو ده هدفنا من المؤتمر ده يبقى على انها جباية ولا على انها وسيلة للتنمية وحافظة وداعمة لاستثمار الموارد من الارادات الدريبية بتمثل حوالي ستين في المية من موازنة العمل الدول فهي بتسد عجز كبير جدا للانفاق العام واذا تجهلناها يبقى احنا بنتجهل جزء اكبر ما تنساش ان الموازنة العامة للدولة بتقوم على مصادر من الاراد متمثلة في الموارد السيادية سواء كانت ضرائب او جمارك او رسوم او فائد شركات او منح والباقي يتم تمويله من خلال القروض سواء قروض من الداخل او من الخارج فلو نظرنا الى الضريبة على انها ليست وسيلة للتنمية لا هي وسيلة للتنمية وليست جباية واذا كان هناك رأي عند الغالبية العظمى من بعض الافراد اللي هم بيتمثلوا فيه الاشخاص الطبعين قضعين للضريبة على انها جباية او الاشخاص الاعتبارية المتمثلة فيه شركات الاشخاص من شركات تضامن او توصيل بسيط على انها جباية لا هي ليست جباية هي وسيلة للتنمية واذا كان هناك بعض القصور داخل بعض الادارات الضريبية متمثلة في بعض المأموريات على انحاء الجمهورية بالكامل فلابد ان الممول اللي لديه مشكلة تقدم لرئيس المأمورية ويتقدم لرئيس المصلحة اذا كان الباب مأفول هنا او هنا يتقدم الى الوزير المالية اذا لم حد ينظر له فهو صاحب حق فعليه ان هو يمتنع عن سادات الضريبة لن يتم البد فيه مشكلته ومن وجهة نظري وزير المالية او رئيس مصطحة الضرائب اذا لن يتم البد في جميع المشاكل المتقدمة المولين فهم مسدد الضريبة فدافع الضريبة هو الحسن الاول للانفاق العام لابد ان يتم الاهتمام به هكذا تسعى جميع التنظيمات في جميع الدول في العالم فالمنظومة الضريبية اذا لن يتم الاهتمام والارتقاء بيها لن يتم سد فجوة الانفاق العام في الموزنة العامة للدولة قد يكون هناك بعض القصور من بعض المأمير او من بعض الاستفل العاملين وهذا القصور يرجع الى ايه الى القصور في نظر استراتيجية الادارة الضريبية من حيث تطوير الاداء تطوير الاداء لابد ان يتم من التدريب فالتدريب دائما هو البعث على الثقة بالنفس كلما زرت ثقة بالنفس للفرد من خلال اداءه في التدريب فلابد ان تنعكس على اداءه الفعلي ولكي اننا انتظر من السادة العاملين او للصف العاملين داخل الادارة الضريبية على انهم يتقدموا بالارتقاء بالعمل الضريبي لابد ان احنا نهتم بيهم اولا على المستوى المادي ثانيا على المستوى المعنوي ثانيا التطوير من داخل اداء الادارات الضريبية داخل نصابي الحكمية كل التوفيق والتبنيات الطيبة المؤتمر بالنجاح وبالتوفيق ونخرج منه التوصيات هامة يأخذ بها وزير المالية ورئيس المصلحة ان لم تكن تأخذ بها القيادة السياسية متبثلة في رئيس مجلس الوزر ورئيس الجمهورية كل التوفيق والتبنيات طيبة لمستقبل مصر الواعد ان شاء الله تايتل استاذ المحاسبة المساعد باكاديمية شروق وخبير التطوير الضريبي بالتحاد الاوروبي بمنظمة جيز واطاف الافريقية دكتور نبيل عبد الروف